يوم المرأة العالمي مناسبة تحتفي فيها نساء العالم بالحقوق التي نالتها المرأة أو التي لا تزال تناظل من أجلها لكنها في اليمن مناسبة يتجدد فيها الأسى على الوضع الذي صارت إليه المرأة قبل الأزمة الراهنة لم تكن المرأة اليمنية في أفضل أحوالها من ناحية الحقوق والحريات الاجتماعية والسياسية لكن ظروف الحرب فاقمت معاناة المرأة اليمنية من نواحي عدة ملف الانتهاكات التي حدثت جراء الحرب كان للمرأة فيها نصيب كبير حيث أوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في إحصائية لها حول انتهاكات النساء في اليمن أن عدد اليمنيات التي قتلن منذ الانقلاب وحتى نهاية العام الماضي بلغ 807 نساء نحو 500 منهن قتلن نتيجة تعرضهن لشضايا قاتلة فيما قتلت 240 امرأة رميا بالرصاص المباشر وبحسب التقرير فقد قتلت 69 امرأة نتيجة إصابتهن بالألغام التي زرعتها ميليشي الحوثي على طول البلاد وعرضها في الوقت الذي توفيت فيه أربعة نساء نتيجة إصابتهن بشضايا العبوات الناسفة فيما قتلت 14 امرأة نتيجة جروح مختلفة تقول الإحصائيات إن عدد النساء التي تعرضنا للإصابة خلال الفترة بلق قرابة 1700 امرأة وقد كان النصيب الأكبر من الإصابات بفعل هجمات ميليشي الحوثي بواقع 1312 إصابة كما يقول التقرير فيما تسببت قوات التحالف بإصابة 114 امرأة نتحدثنا نتحدثنا على أربعين نحن مستقرين بسطوري كشفها لنا نطلب من عيد الناس نقول بلدنا أكون مشرعة إذن تتصدر المرأة قائمة دافع فاتورة هذه الحرب ليس فقط عبر وجودها في أعلى قوائم الانتهاكات وإنما أيضا عبر تحملها ضريبتها الإنسانية والاجتماعية حيث وجدت آلاف النساء في اليمن أنفسهن مسؤولات عن توفير نفقات أولادهن بعد أن طحنت الحرب آلاف المقاتلين في مختلف الجبهات وبما أن معظمهن لسنا مؤهلات للعمل وتوفير أي دخل أصبحت حينها آلاف الأسر بلا عائل ورأينا المجاعة تعم ملايين اليمنيين في الوقت الذي كانت فيه المرأة تقطع أشواطا كبيرة بعد ثورة فبراير في انتزاع حقوقها التعليمية والاجتماعية والسياسية جاءت حرب الميليشيا لتعود بالوضع إلى الوراء عقودا طويلة الأمر الذي يضاعف الصعوبات على النساء اليمنيات ويضعهن أمام تحدي أكبر تعمل الكثير منهن على تجاوزه بكل شجاعة وإصرار تأكلنا تشربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر